سالي محضرتنا التالية رح نحكي فيها عن مصطلح جودة التعليم وأهميته كيفية تحقيقه مع نتالي الطويل ماجستر بإداية جودة ونظم الإدارة المتكاملة يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا خير أهلا وسهلا أستاذ نتالي أهلا وسهلا فيك ضرفتنا الدائمة ولكن اليوم موضوع يعني خلينا نقول مقترن وبيخص المرحلة القادمة وهي افتتاح العام الدراسي الجديد كمان احنا أمام مصطلح جودة التعليم ما هو مصطلح جودة التعليم ما هي أهميته كيف لازم نتعامل مع هالمصطلح لنطبقه صباح الخير وكل سنة وانتوا سالمين إن شاء الله سنت الجاية تكون بكل ظروفها منيحة على الجميع إن شاء الله لما منقول جودة التعليم يعني عملية خلق ظروف بيئية مناسبة لأتمام العملية التعليمية بمدخلاتها وبمخرجاتها يعني بدك تأمني موارد موارد بشرية مصبوطة اللي هي الأداة الأساسية بالتعليم اللي هي المعلمين والإداريين بالمنشآت التعليمية بغض النظر سواء كنا بمدارس أو كنا بمعاهد أو حتى بالجامعات من ناحية والناحية الثانية بدك تأمني الموارد المادية اللي هي المناهج العلمية المتطورة اللي بتكون دوماً أبتو ديت محدسة من ناحية طريقة التعليم الدورات التدريبية الصحيحة سواء للعاملين مثل ما حكينا أو ممكن حتى للصف القائم على العملية التعليمية من التربية وانتي كمان ماشي به الموضوع يعني موضوع كتير مهم عم نحكي عنه الجودة بالتعليم والتعلم خلينا نقول وخاصة أنه عم نلاقي أحياناً بعض الناس ما كتير بتعرف شو هي الجودة دائماً مصطلح الجودة هو مصطلح ناقص عند العالم لأنه في معايير وأدوات لجودة التعليم فخبريني عنها كجودة المعايير الأساسية لتطبيق الجودة دوماً منكون تابعين لشيء اسمه مواصفات أو شيء اسمه دليل الجودة حطته حتى وزارة التربية وهو كواليتي منول دليل الجودة بيطرق هذا الدليل لطريقة التعليم الصحيحة أول شيء كطرق تعليمية من ناحية طرق التدريبية تطوير أسليب الجودة التعليم يعني بتعرفي بعض هالفاقد التعليمي والظروف بالسنتين اللي ما رأنا فيهم إذا ما كان في عنا أسلوب تعليمي صحيح فعم بيكون في عنا حالة غاب هاي الفجوة التعليمية عند الأطفال خاصة أنا بقول الحرام دايماً لصفوف الأوائل الثاني والثالث لأتيون ترفعوا بشكل مفاجئ ملاينا غير الصف الثاني كان الولد صار ثالث حتى أحياناً بشكل نجاح يعني فإذا ما كان في عنا من أهم المعايير الأسلوب الصحيح لتعطي المادة العلمية خاصة أي مادة علمية كلنا جامعيين ومنعرف أن المادة العلمية بتكون جافة فإذا ما كان عندك بين المرح والجد وطريقة جذب الطفل طريقة استيعاب أكثر تماماً تعطيه طرق صحيحة بالقاء المعلومة وهذا اللي نحن هالفترة عم نشتغل كتير عليه بالنسبة لأعطاء معايير ومواصفات لجودة التعليم بشكل صحيح وهون أمام نحن كوادر لازم تكون مؤهلة وقدراني تمنح يمكن الطلاب والطالبات هذا الموضوع يعني وقد نحن بنقول في جودة التعليم بيكون في جودة أيضاً بانتقاء الكادر التدريسي المعلم والمعلمة يمكن اختلاف المناهج الشويسة وأيضاً عائق بالمنزل مع تقدرة الأم تقدر تغطي فهون على عاتق الأستاذ أو الأنسة مهمة الأعطاء يمكن وقد بدنا نحقق هذه المعايير لازم يخضعوا يمكن لدورات يعني نحن ما عم نحكي أنه اخضعوا لا هنا أكيد ماشاء الله عنهم ولكن في أبديت حتى بالتعليم كل فترة بتعمل تربية وزارة التربية مثل دورات تدريبية دورية بحيث أنه نحن منغطي هالمناهج التعليمية اللي عم بتكون دوماً محدسة وبكل سنة بتلاقي فيه تغيير لبعض المواد والمناهج خاصة بالشهادات سواء التاسع أو البكالوريا فإذا ما نحن دوماً عملنا هالعملية التطوير للأداة الأساسية اللي هي المعلم أو الأستاذ فبيكون عنا مشكلة دوماً بطريقة الإلقاء هاي من الناحية والناحية الثانية تطوير هالمناهج دائماً عم بيعطوا مواد عم بيضيفوها فهي كثيراً عم بتساعد حتى بالنسبة للأطفال أو للتلاميذ إنه الاستيعاب عم بيكون بشكل دوماً مدروس بتلاقي دوماً في عنا تطوير للمادة موجودة نعم نعم يعني كمان خبرينا اليوم هل في دائماً بتقولي إنه في رقابة على مصطلح الجودة يعني في الناس إذا لقوا مستوى الجودة غير متكافئ مع المعايير الحكيتية حضرتك فيهم إنه يراجعوا أو فيهم يعرفوا التفاصيل من المصدر هل حتى بجودة التعليم فيهم يعملوا هذا الشيء؟ نقدر نعمل عملية مقارنة أول شيء عنا نحن بوزارة التربية مثل ما علتلك في شيء اسمه دليل الجودة هذا يعتبر معيار مطابقة نقدر نعمل كنوع من المقارنة بين ما هو مطبق بالواقع الفعلي ما هو نظري هاي من ناحية ناحية تانية كمواصفة في عنا مواصفة 21 ألف إصدار أيار 2018 خاصة بجودة التعليم كمان هي بالطابق كتير من المواصفات التانية اللي هي كنت أحكي فيها كتير بالزيارات السابقة اللي هي 9001 في خاصة بـ 21 ألف كمان فيها معايير ومتطلبات سواء نحن بنعمل عملية تدقيق الأقسام على بعضها ندعم الموارد البشرية بنعمل عملية التخطيط التخطيط اللي هو بيكون ممنهج يعني لما بحط أنا بلان أو خطة عمل فبدعمها بموارد مادية وبشرية مدروسة من حيث الكفاءات والخبرة والترينينج اللي هو التدريب اللي نحن دائماً نحاول ننطوره بكل منشأة سواء كانت خدمية مثل ما اليوم عم نحكي أو صناعية كتقديم منتج سواء خدمة أو منتج يعني يمكن حكينا مواضيع جداً هلأ مهمة وكل حدا عم يتابعنا عم يقول جهودة تعليمية أكيد نحن محتاجين لجهودة بكافة مجالات حياتنا لنقدر نحن نحقق التطور أو نقدر نواكب نواكب بما أنه نحن يمكن من الدول اللي عانت حرب قاسية يعني للأسف ويمكن سوريا معروفة بقدرتها على الإبداع وعلى التعليم والتمييز والتمييز ولكن نحن بنقصنا شغلات خلية نقول مكملات جامعة دمشق لترتيب تعرفوا هذا الشيء وما بده التعديل ببعض الدول معترفية لأنه هي من أقوى الجامعات عالمياً كترتيب إلى خاصة هلأ عم بدخلوا شيء اسمه اعتمادية الجامعات فهذا الموضوع بيعتمد على جودة التعليم بمختلف المنشآت الصناعية أو المنشآت التعليمية لازم يكون عنا شيء اسمه جودة سواء مثل ما لنا الصناعية المهنيين اللي هي بالمعاهد كجودة التعليم أو الخدمية اللي هنين عم بيقدموا اللي هي خدمة التعليم بالنهاية فدوماً أنا أفضل ودائماً ولياريت نحن نوصل كيف عنا بوزارة الصحة عم نطلب ونفرض بيكون في عنا جودة بالصناعة الدوائية ياريت نحن ومن ناشد وزارة التربية بهذا الموضوع ياريت يكون في عنا جودة التعليم خاصة إنه في عنا مواصفة 21 ألف اللي فيها معايير وفيها متطلبات فإذا بتسعى كل المنشآت التعليمية لهذا الموضوع فبالنهاية من واكب الوضع الخارجي بغض النظر عن الظروف لأنه هي معايير بسيطة هي بحياتنا اليومية منطبقة بكل مدرسة أو معهد أو جامعة بس بدي نوع من الإطار أنك تعملي إطار لهذا وإدارة لهالموضوع نعم يعني اليوم في منافسة بين دائماً المدارس الحكومية والمدارس الخاصة الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة حتى في بعض الناس اليوم صاروا عم يفضلوا الخاص عن العام بسبب الجودة اللي عم نحكي عنا جودة تعليمية مع أنه مثل ما حكينا أنه دائماً كان التعليم بسوريا أساسه حكومي وكان في جودة ومعايير اليوم اختلفت شوي الموازين كيف فيه اليوم القطاع العام يواكب القطاع الخاص بجودة التعليم وليه هالفجوة اللي عم نحكي عنا اللي صارت هاي حقيقة عم اليوم عم نشوفها شو دور إدارة التربية بإدارة وتقييم هذا الموضوع خاصة أنه خصخصة التعليم يعني بسوريا يمكن غير متاحة لجميع الفئات والشرائح من زياراتي للمدارس الخاصة والعامة دائماً نحن منطلب بمثل مكتب لضمان الجودة اللي هو هذا المكتب كيف بأي منشأة مثل ما قلتلك صناعية نحن عم نقدم خدمة التعليم وهالخدمة هي أساس للمجتمع يعني هي اللبنة الأساسية لأي مجتمع إذا ما تعبتي على الأساس اللي هو الطالب فشي طبيعي رح يصير شي تراكمي ورح يصير فيه نوع من التهديم للمجتمع كله صحيح فأنا بطلب دوماً من أي مدرسة يكون في عنا شي اسمه قسم ضمان الجودة هذا القسم مسؤول عن الـ quality manual اللي هو دليل الجودة الخاص بالمدرسة تدريب العاملين بشكل صحيح اللي هنه الموظفين دائماً دورات معينة دورات توعية دورات للخبرة عنا حتى الموارد أنا بيصير هذا القسم على اتصال دوماً مع الإدارة من جانب ومع العاملين بالمدرسة أو بالمعهد أو بالجامعة من جانب تاني فهذا نحن القسم هو المفتقد عنا بجميع المدارس بالقطر عنا إذا تواجد هذا القسم اللي يمثله تماماً بوزارة التربية فأنا بعرف أنه في ضبط ضبط تماماً وконترول يعني نحن دائماً بدنا ضبط مراقبة وبدنا ضبط للعملية اللي هو الـ assurance ضمان الجودة لأنه أنت رأيبتي العملية التعليمية بمدخلاتها ومخرجاتها بس دكتعملي عملية ضمان لهذا الموضوع استمرارية فياريت نحن دائماً من ناشد وزارة التربية ياريت يصير بكل مدرسة قسم للجودة ليضبط هالعملية بشكل صحيح تماماً ودائماً بس نقول نحن مصطلح جودة نحن أمام كمان استبيان أو لنعرف نحن شو حققنا من هالجودة يمكن القسم اللي حضرتك هالأحكيتي فيه مهم جداً واناشهدنا فيه وزارة التربية أنه يكون فيه قسم للجودة ويتم تقييم هذا الموضوع استبيان هو تقييم للجودة ونحن بس قيمنا شو عملنا فنحن فينا نحن نطور بحالنا التقييم دائماً بيكون لستبياناتنا الداخلية تقييم للخطط اللي منحطها تقييم للموارد البشرية تقييم لكل شخص حتى البنى التحتية إذا أنت ما طورت بوسائل وأساليب جودة صحيحة يعني حتى عندك المناهج عندك أدوات الجودة التعليمية اللي هي وسائل الإضاحة شغلات بسيطة دفاتر الكتب عندك البنى التحتية من اللوح وانت ماشي كل هالأمور إذا ما عملت عملية تقييم ما بتدري تعملي عملية تطوير لهذا الأسلوب التعليمي نتشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا أتمنى عام هيك يمر بسلام على كل أطلاب السوريين ودائماً منقول فعلاً منقول النوع ولا الكام فنحن عندنا القدرات والخبرات ومنقدر أن نصدر نوعيات وجودة جيدة لكن بدنا يمكن شوية معايير لا تضبط كل العمليات بمختلف المجالات شكراً لوجودك معنا شكراً ونهاركم سعيد وكل سنة أنتوا سالمين إن شاء الله عام موفق للجميع شكراً أمين يا رب شكراً لوجودك معنا أستاذ ناتالي الطاويل يعني أضفتي أيضاً لصباحنا معلومات جديدة ومهمة